بسم الله الرحمن الرحيم ازايقوا يا سنة أولى النهاردة ناخد مع بعض حرف الفاء فلا فيله صاحبنا النهاردة هيعرفنا على حرف الفاء يلا بينا نعرف حرف الفاء في كل جملة أو في كل كلمة ده حرف الفاء لما بيكون الفاء لوحده وده حرف الفاء لما بيشبك في أخواته الحروف تعالوا نشوف ازاي بنقرأ تعالوا كده نشوف مع بعض يلا بينا فانوس هنا ماسك في حرف الألف فانوس وحرف الفاء عليه فتحة راسه عليها ايه؟ شرطة وراسه عليها شرطة تبقى اسمها فتحة فانوس فواكه فهد فارولة فا رولة فا 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 في 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 فو 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 ف ف ف ف يعني فا عليها سكون تعالوا نقرأ باقي الكلمات في فينجن في فينجن سفينة سفينة في فينة فقران في فقران في فقران فيل فى صديقنا فلا فيلو فيل فيل فر شه فر شه فر شه ف Leah فو فر شه في باقي الكلمات فستان 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 يعني فستان البنات فوف فستان فو مخف فل ضمينا بقنا على الضم فو فول فل الوردة اللي اسمحة الفل طيب تفل شفنا الفا بيضت نطق ازاي ف بنوقف بقنا ما بنقولش اي حاجة لا فا ولا في ولا فوق زي اي اللي فوق فرشة ضمينا الفوق طيب ده اسمه طفل قفل ضفضع ضفضع لفت اللفت ده اللي بنعمله مخلل سح؟ بتحبوه؟ تعالوا بقى نراجع تاني مع بعض على الحركات فا في فو ف فا في فو فا في فو فا تعالوا نشوف امثلة ونشوف بيتكتب ازاي حرف الفا يا اما بيبقى الواحده كده يا اما بيبقى ماسك في اخواته يا اما ماسك من الناحيتين وفاتح ايديه ايد من هنا فيها حرف وايد من هنا فيها حرف تاني تمام؟ تعالوا نلون حرف الفا تعالوا كده نلونه ونكتبه ازاي بنعمل دايرة وبعدين شرطة كده وليها سنة شبه الباق بس فيها دايرة من فوق تمام؟ تعالوا بقى نلونه وفوقيه طبعا النقطة وبيتنطق كده فا 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 في فو ف دي بتبقى سكون الحرف بيحس انه محشور في بقى لعرفة اقول تشكيل ولا عرفة ايه انطقه كامل يبقى اسمه فا عليها سكون ودي دايما اللي بتتلخبطه فيها لما نيجي نحلها بتتنطق ازاي ف ف ف ف طيب فا فأول الكلمة بتبقى فتحة ديها مش هنعمل لها ادين ونحط النقطة زي ما هي تمام؟ ونلونها كده علشان يبقى شكلها حلو تمام؟ ادي التلوين ولونه بقى احلى مني وما تطلعوش برا ايه؟ برا السطر طيب الفا لما تبقى فتحة ديها الاتنين ادي ايد فتحتهم علشان تمسك في الحروف اخوتها ودي ايد تانية تمام؟ وهي بقى هنا بقى كده شكلها دايرة بس كده على السطر تمام؟ وطبعا فوقيها النقطة تمام يا سنة اولى؟ تمام يا حلوين وهنا برضو نسينا نحط النقطة تعالوا بقى نشوف اشكال الحرف الفا جوال ايه؟ الاشكال والكلمات دا اسمه طف طفل فيه فا ايوة فيه فا تاج فيها فا ما قلناش فيها اي ف خالص يبقى ايه؟ ما فيهوش؟ تاج عادي خالص ما فيهاش فا قفل ايوة قلنا ف مفتاح قلنا الفا قلنا الفا طيب تعالوا نشاط رقم ثلاثة هنرسم دايرة ع حوالين شكل حرف الفا سواء فاتح ايده او قفل ايده من نحيتين منفصل خالص او متصل بحروف من النحيتين دا حرف الفا منفصل دا مي ودا آلف ودي فا فتح ايد واحدة دي فا متصلة بحرفين حرف من نحيا دي وحرف من نحيا دي فا من حتة واحدة فتح ايد طيب ودي كمان فا منفصلة وفا متصلة تعالوا بقى نشوف الحروف ويه الكلمات وهنا في باركود للي عايز اسمع ايه؟ اسماء الصور دا اسمه فنجان في في فنجان تبقى آه بالكسرة فا في ف ف ف ف ف ف رولة ف ف رولة تبقى فا ف راشة ف راشة ف راشة برافو ضف ضف ضع ضف ف ف ايوة برافو اللي عليها سكون ف س تبقى الف برافو عليكم يا سنة اولى برافو عليكم ممتازين تعالوا بقى نشوف باقي الحروف كبرلكو الرسمة عشان تشوفوا معي طيب بيقول لي هنا دي اسمه ايه فرشة فرشة فو فو فرشة برافو فو ف فافيفو ف فرشة فانوس فانوس يبقى فا فيفو ف فانوس فقران في في فقران تبقى الفي الكسرة فين الكسرة التحت فافيفو ف طيب تعالوا نشوف بقى الصور بيقول لنا ده اسمه لفت لفت ف ف لف ف لفت تبقى سكون فافيفو لف ف لفت ده اسمه فهد ف فهد يبقى الفتحة برافو س فن س ف ف فن تبقى تضم ف ف ف ف تعالوا نرسم دايرة حوالين ايه الحرف مكان حرف الف في الدوائر دي كلها دوف ضع دوف ضع اه تبقى هنا دوف ضع يبقى هنلون تاني دايرة دوف ضع برافو عليكم دا دا اسمه ايه ان ف ان ف يبقى الفا في اخر واحدة ف س ف قلناها في الاول ف ف ف ف تعالوا نشوف حرف الفا مع كل كلمة الفا هنا فين منفصلة ولا متصلة منفصلة يعني مش مسكة حد اه زي كلمة خروف سيبقى ايه الوا وهنعرف دلوقتي الحروف اللي مش مسكة في اي حرف زي ايه زي الالف هي حروف كلمة الامير زارو زاد زارو زاد دي الحروف الدال والزال والرا والزي والوا والالف يبقى الالف والدال والزال اخوات والرا والزي اخوات ومعاهم الوا الامير زارو زاد لما نلاقي الحروف دي كلها مش هنمسك ها في اي حرف مهما كان نوع الحرف طيب تعالوا نشوف الفا مسكة في حاجة واحدة في اول الكلمة تبقى زي الفا مسكة حرفين تبقى زي طفل اه مسكة الحرفين طب هنا الفا عاملة ازاي في اخر الكلمة اه زي دي انف تعالوا نشوف باقي التمارين بيقول لنا انتك حرف الفا واكتبه منفصل منفصل قلنا يعني الواحد فا فا عليها سكون فا فا فتحة فو ضمة في كسرة و ف سكون فا فو في ف تعالوا نشوف الحرف الفا متصل متصل يعني ماسك الحروف اللي جنبه سواء ماسك هو في اول الكلمة فيمسك من هنا هيبقى في حرف هنا ماسك في تمام زي فو في وكمان ف بيبقى فاتح ايده كده فا فو والضمة عليها والفي والف ف ف تعالوا نشوف كده فا ف ف شبه الواو بقى كده وعليها ضمة وفي بس هي عندها سنة صغنون ها والف عليها سكون تمام تمام تعالوا نشوف لو ماسك اديها في حرفين من ناحيتين يعني حرف النحية دي وحرف النحية دي ف ف ف ف ف عليها سكون تمام تمام ف ف هتبقى عبارة عن دايرة عادية خالص مسكة هنا ايد وهنا ايد في ف عليها سكون ف في لا دي ف في و ف عليها سكون تعالوا نشوف التدريب اللي بعده بيقول لانتك وكتب حرف الف مضبوطا بالشكل يعني ايه قلنا مضبوطا قبل كده يعني يا اما علي فتح يا اما قسرة يا اما ضمة يا اما سكون تعالوا نشوف حرف الف هنا عامل ايه تمام طيب هنا دي السكون بس كده طيب ها ف ف ف ف تبقى ف ل ميف تاح مف مف الف هم كلهم بالفاق هنشوف حرف الفاق بس ايه مش اول حرف زي هنا مسلا مفتاح هنحط الميم لا هو عايز حرف الفاق طيب ودي ف برضو طيب مف ف ف تاح سكون فيل فيل طيب دي ف واكه ف واكه تعالوا نشوف دمج الحروف علشان نعمل كلمة زي البوزل قادي الفاق واد الميم ف مف 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 اه عملت كلمة ف مف او ب لما نرسمهم بقى جنب بعض كده قادي الفاق واد الميم ف مف 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 تعالوا نشوف سؤال جديد اسمه حلل حلل يعني هنفك الحروف من بعض هنقصرها يعني الفاق لوحده والميم لوحده قادي اول حرف واد الميم بقى كلمة فم فم ده سؤال وهنعمل منه كتير بعد كده تعالوا نشوف حرف ناقص في كل كلمة ده اسمه اب يبقى ناقصه ايه اب اا اب ده اسمه فم 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 ودي اسمها ام ام ناقصها مين تعالوا نشوف الجزء الناقص في الوجه وهنكتب اسمه هو هنا ناقصه ايه ناقصه بقه صح والبقه ده اسمه فم فم فا فا مم يبقى اسمه فم تمام حبيبي تمام تعالوا نشوف كلمات فيها الحروف دي وده برضو سؤال جديد علينا احنا خدنا الالف والميم اسمها ام طب وخدنا الالف والبا اسمها اب اب وام عليها ضم طب خدنا كلمة ايه من شوية بقنا اسمه فم 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 اهو استخدمنا الفا واستخدمنا الميم فم طيب تعالوا نتبع النقط يعني ايه يعني هنمشي ورا النقط ونشوف الكلمة تكونت بق اسمها ايه فم يعني يعني بق بقنا اسمه فم فا ميم فا ميم فم وهنعمل دايرة الفا وعليها الفتحة تبقى اسمها سنقولة فم فم وهنحاول نركز علشان بعد كده هنتملاها ونتعود نتملا دي كلمة اب 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 طبعا كتبناها كتير وبقينا نكتبها في كل درس وهنبقى عارفين نكتبها لوحدين اب 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 والطريقة الجديدة في المنهج بتعودنا ان احنا نعرف نكتب كلمات تعالوا نشوف السؤال اللي بعده آه كلمة ايه كلمة ام و و ام خلاص بقينا عارفين نكتب كلمة ام وكلمة اب وكلمة فم بقينا نعرف يا حبيبي نكتب كلمات وبقينا شطرين ام 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 برافو طيب تعالوا ان شاء الله المرة الجاية هنعمل حرف النون ورجو معي الحروف اللي قبل كده وعملوا سابسكرايب علشان يوصلكوا الحواديث والقصص اللي في المنهج القصص المشتركة او القصص ايه بتاعت كل حرف تابعوني وعملوا سابسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد وهناخد ماس وديسكافر مع بعض واتنسوش تعملوا سابسكرايب وعملوا لايك لو الفيديو عجبك وفهمت منه مع السلامة بالتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله اشتركوا في القناة